لا وقت للكلمات الوقت الآن لرؤية أعمال واضحة لتهديئة الوضع وإلا فإن العواقب ستكون رهيبة على الجميع تحذيرات أطلقها أمام مجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية من القدس نيكولاي مالادينوف منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط في سياق إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن مالادينوف شدد في إحاطته على ضرورة كسر ما وصفه بالدائرة اللانهائية من الاستجابات الطارئة والتدابير الهادفة لسد الفجوات مؤكدا أن الفلسطينيين يستحقون حلولا عادلة ودائمة سواء القابعين منهم تحت الاحتلال في الضفة الغربية والقدس أو في غزة أو اللاجئين في بلدان المنطقة والعالم وعن غزة أكد المبعوث الأممي أن سلطات الاحتلال الصهيوني حولت القطاع إلى سجن مفتوح عبر إجراءات غير قانونية محذرا من تفاقم الأوضاع هناك الوضع في غزة ينهار هذا ليس مبالغة ولا تهويلا إنه حقيقة لقد حذر البنك الدولي مؤخرا من أن اقتصاد غزة في حالة سبات مع معدل بطالة رسمية بلغ 53% أكثر من 70% منهم بين الشبان الفلسطينيين واحد بين كل شخصين في غزة يعيش تحت خط الفقر وبينما تحذر الأمم المتحدة على لسان مبعوثها من انهيار الأوضاع في غزة يهدد رئيس الوزراء الصهيوني بن يمين نتنياهو بضربات كبيرة جدا ما لم تتوقف ما زعم أنها هجمات فلسطينية تنطلق من القطاع ضد كيان الاحتلال وما لم تتوقف كذلك الفعاليات التي وصفها بالعنيفة مشيرا بذلك إلى مسيرات العودة المستمرة أسبوعيا منذ نهاية آذار الماضي واقع فلسطيني يزداد قتامة بغياب شبه كامل للدور العربي في ظل تنامي الحروب والصراعات الداخلية والأزمات البينية التي تعصف بالمنطقة ما يمهد الطريق أمام محاولات الإدارة الأمريكية فرض خطتها المسمات بصفقة القرن ما لم يستدرك العرب ما فاتهم فهل يفعلون؟